جلسة سرية لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية عقدها مجلس الأمة قدمت فيها الحكومة عرضا تفصيليا عن تلك الاستعدادات وناقش الأعضاء خطط الأجهزة لحماية المواطنين والمقيمين عند حدوث أي طارق قامت الأجهزة الأمنية بعرضا تفصيليا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية ثم ناقش الأعضاء مع الجهات المعنية هذه الاستعدادات وبعد ذلك انتهت الجلسة السرية المتحدث باسم الحكومة أعلن عقب الجلسة أن الجهات الأمنية والعسكرية والمطافئة والحرس الوطني قدمت إيجازا كاملا لمدى استعدادهم للأوضاع في المنطقة تم اليوم تقديم إيجاز كامل من الجهات العسكرية والأمنية في الحكومة تطورا تحسبوا للأوضاع الموجودة في المنطقة قامت الأجهزة المعنية في الوزارات المعنية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للمطافئة في عرض كامل لمدى استعدادهم وتحسبوا للأوضاع القادمة كان هناك شرح كافي وشرح عن الخطط الطوارئ والخطط الوقائية أنتم عارفين هناك تطور في المنطقة وتحسبوا لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت فكان هناك عرض كامل وتم الاستماع إلى وجهات النظر كذلك من الأعضاء مجلس الأمة بشأن رؤيهم ووجهات نظرهم مجلس الأمة أكد في بيان سابق حول مستجدات المنطقة متابعته باهتمام للتطورات الأمنية والسياسية المتسارعة وعلى أتم الاستعداد للاجتماع متى مقتضت الظروف بهدف متابعة كافة المستجدات وبحث كيفية التعاطي معها